اخر مواضيعنا لهذا اليوم هو اعادة الموسم الثامن من مسلسل بروكلين 99 من حيث الكتابة من جديد هذا العمل الكوميدي الآن أصبح واحد من المسلسلات اللي لها شعبية كبيرة جدا على منصة نتفليكس وإلى الآن عرضت له ست مواسم والسابع قادم بينما الثامن سيعيد كتابته من جديد طاقم الأمل المسلسل يتكلم ببساطة عن شرطة بروكلين ليتناولون عدد من القضايا بكل حلقة ويحاولون حلها المسلسل هذا ليس بمسلسل جاد في طرحه للقضايا أبدا القضايا الخاصة فيه بكل حلقة من حلقاته ليست بالقضايا الشائكة بحيث أن المشاعد يترقب للقبض على المجرم وحل تفاصيل الجريمة المسلسل كوميدي وساخر بشكل كبير جدا في مجريات حلقاته اللي تجري غالبا في أحداثها ما بين رجال الشرطة ما بعضهم في يومياتهم أثناء عملهم العمل هذا أشبه بمسلسل فرينز مثلا حينما تقول بأنهم مجموعة من الأصدقاء اللي يلتقون بمحل قهوة وتصير لهم بعض الأحداث ما بين بعضهم كذلك نقدر نقول بأن هذا العمل أشبه بمسلسل بيك بانك ثيوري مثلا حينما نقول بأن ذاك المسلسل هو عن مجموعة من العلماء اللي تقريبا أحداثهم اليومية يحصل فيها مجموعة من النكت الذكية ما بينهم وبين بعض كذلك نقدر نقول بأن هذا المسلسل أشبه بمسلسل The Office حينما نقول بأن The Office هو مجموعة من الموظفين وتعاملاتهم مع مديرهم هذا العمل هو مجموعة من الشرطة ويومياتهم بشكل أو بآخر وطريقة حلهم للقضايا بشكل كوميدي وغبي نوعا ما لذلك تجد في الشخصيات شرطي صالم وآخر متساحل تجد شرطي أسود ناعم المشاعر جدا ولكن متوحش في بنيت الجسدية وتجد كذلك شرطي قائد للكتيبة صالم من حيث الطباع وبالتالي يرفض الفريق أن يجلبه معه في المواقف الممتعة أو اللي تعتبر بالنسبة لهم أمسيات من هنا عدد من الشخصيات بمختلف الأماكن والخلفيات يمرون بتفاصيل رهيبة جدا ومضحكة بيومياتهم في مركز الشرطة هذا العمل ناجح ولكنه متفاوت من حيث المواسم الحقيقة لكن الحق يقال هذا العمل مليء بالنكة التي نقدر نقول بأنها كرييتف أو إبداعية ومضحكة خبر اليوم يقول بأن المسلسل تمت كتابته بالفعل ولكنه سيعود للكتابة من جديد بعد سلسلة المظاهرات اللي حصلت ضد التصرفات الخاصة بالشرطة العنصرية تجاه السود في أمريكا تقررت إعادة كتابة هذا المسلسل لأنه يعتبر مفصل تماما بالضبط لمثل هذه المواقف اللي قاعدة تحصل حاليا في أمريكا للمسلسل كوميدي ويتكلم عن شرطة لذلك لابد من استغلال المواقف والأحداث وكتابة الموسم بطريقة تواكب الأحداث الخاصة بأمريكا حاليا هل هذا يعني بأن المسلسل سيتأخر بعرض موسمها الثامن؟ بصراحة لم يتم الحديث أو الإجابة عن هذا الأمر في تاريخ معين لعرض الموسم الثامن بالفعل ولكن لابد لنا من الاعتقاد بأن المسلسل بطبيعة الحال لابد أن يتأخر لأنه سيعيد كتابة موسمها من جديد تقييمي لمسلسل فوق للناين ناين هو سبعة ونصف من عشرة وكان بالإمكان أن يكون أعلى من ذلك لأولا تفاوت المواسم بتقديم كونيديا عالية الجودة والعمل متاح على نتفليكس حاليا بست مواسم وموسمها السابع سيقدم قريبا أنا لا أصبح مثلهم أنا أصبح مثلهم موسمها موسمك 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 يومك tendency المقصبح يومك يومك المترجم للقناة